موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين أسبوعين نتوقف في حصاد هذا الأسبوع مع عدة محطات سياسية وعسكرية وإنسانية أبرزها على صعيد سياسي فالتحذيرات التي لا زالت تطلقها الحكومة شرعية بشأن السمرار التدخلات الإيرانية في اليمن ومخاطرها على الملاحة الدولية وفي هذا الشأن أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح في لقاء جمعه في الرياض مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماتيو تولر أن السمرار التدخل الإيراني في اليمن يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي وقفه ومساعدة اليمنيين في السعادة الدولة القادرة على ردع مخططات التوسع الإيراني وقال الفريق محسن أن السمرار التدخل الإيراني في اليمن وإمداد إيران المتواصل للإنقلابيين بالدعم العسكري واللوجستي عبر طرق مختلفة يشكل خطرا على أمن اليمن وأمن الملاحة الدولية والمنطقة أما في الشأن المتعلق بالمبادرات والمقترحات الرامية لإحلال السلام في اليمن أكدت أنباء تم تناقلها أو تناقلها مؤخرا موافقة الحكومة الشرعية على المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ المتعلقة لحكومة أو بتسليم ميناء الحديدة لجهة إشراف تابعة للأمم المتحدة شريطة الانسحاب المتزامن للإنقلابيين من الحديدة والميناء ويؤكد تلك الأنباء ما أعلنه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي خلال لقائه السفير الياباني لدى اليمن كاتسيوشي هياشي دعم الحكومة لكل المقترحات الرامية لإحلال السلام المستندة على المرجعيات الثلاث على صعيد الإنساني زار وفد من الأمم المتحدة اليمن للوقوف على الوضع الإنساني المريع في البلاد مع سمرار تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق مديا بحياة نسبة مخيفة من السكان وإلى خبر آخر حيث وصف رئيس لجنة الدولية لصليب الأحمر بيتر مورر الأوضاع بمحافظة تعز بالسيئة والكارثية بشكل كبير جراء الحرب والقصف الذي يطال المدينة وقال في مؤتمر صحفي عقب زيارته لمدينة تعز المحاصرة للأسف الوضع سيء وكارثي وخصوصا في بعض المناحي وأبرزها الجانب الصحي مما سدعى مضاعفة الميزانية لمواجهة الظروف الصعبة وزار الوفد العديد من الأحياء والمستشفيات التي تعرضت لأضرار بالغة جراء القصف الذي تشنه ميليشيا الحوثيين وصالح الإنقلابية وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية بيتر ماورير أنهم اضطروا لعبور طريق الحمير للوصول إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الإنقلابية وكتب المسؤول الدولي في تغريدة على تويتر مرفقا فيديو لتلك الطريق نحن مجبرون على اتخاذ درب الحمير للوصول إلى مدينة تعز على الخطوط الأمامية للمواجهات في المدينة المحاطة وطرق الرئيسية المقطوعة وفي ملف حقوق الإنسان نتوقف زار وفد لمطالبة رئيس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين والمختطفين في سجونها وأبدأ بندغر خلال لقاء جمعه مع رئيس لجنة الدولية لصليب الأحمر الدولي بيتر مولر الذي يزور اليمن حاليا استعداد الحكومة لتبادل جميع الأسرى بشكل كامل وكلي مع الميليشي الإنقلابية وبنسبة 100% وعبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر وفي هذا الملف أيضا نتابع الفعالية التي أقامتها البعثة الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة بنيويورك والتكتل اليمن الأمريكي بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين في مبنى الأمم المتحدة حول المختطفين في سجون ومعتقلات الحوثيين وصالح في اليمن وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور من أجل أن يحصل المعتقلون على حقوقهم الإنسانية كاملة مثل الحق في التواصل مع عائلاتهم والحق في محاكمة عادلة وفي السياق أيضا كشف نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كينيغلوك أن ملف المعتقلين والمختطفين لدى ميليشي الحوثيين والمخلوع صالح يقع على رأس أجندة التفاوض وقال خلال ذات الندوة أن الأمم المتحدة تشجع على إنشاء آلية يمنية للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها وأشار المسؤول الأممي إلى أنه من المهم إدانة استعمال الاعتقال والاختطاف كأداة سياسية وإدانة الاعتقالات غير القانونية ومحاسبة من ينتهك الحقوق الإنسانية وفي الملف العسكري نلقي الضوء على تطورات العملية القتالية التي يشنها الجيش الوطني ضد ميليشي الحوثيين والمخلوع صالح والتي توجت بسيطرة قوات الجيش على معسكر خالد بن الوليد غربي المحافظة وبارك رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هدي الانتصارات التي أحرزها الجيش الوطني بسيطرته الكاملة على معسكر خالد بن الوليد غربي محافظته تعز ووصف الرئيس هدي خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن الانتصارات التي أحرزها الجيش على فلول ميليشي الحوثيين والمخلوع في تعز بالكبيرة لفتا إلى أن عجلة التغيير لن تعود إلى القلب وأن بشائر نصري الأكبر تلوح في الأفوق وفي محافظة صعدة أعلن قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي أن قيادة الجيش خصصت 12 لواء عسكريا لاقتحام محافظة صعدة معقل الإنقلابيين فيما يتم تجهيز ألوية أخرى لهذا الغرض وأوضح أن العملية تأتي فيما يفرض الجيش فرضا أو طوقا على صعدة من جهات الشمال والشرق والغرب ولم يعد للميليشيا سوى منفذ الجنوب الذي يتعامل معه الجيش في الوقت الراهن عبر إرسال وحدات عسكرية لقاطع أي إمدادات قد تصل في الأيام المقبلة ونبقى في محافظة صعدة أيضا إذ شنت طائرات التحالف العربي غرات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثيين وصالح في أحد كهوف جبال مران في المحافظة ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر لها أن مقاتلات تابعة للتحالف العربي نفذت أكثر من تسع غارات على مواقع المتمردين وأن قايدة ميليشيا الحوثيين كان هدفا لتلك الغارات وفي شأن المتعلق بالوضع السحي لوباء الكوليرا أكدت المنظمات الدولية العاملة في اليمن أن الوفيات جراء المرض لزالت في مستمرة في الارتفاع وفي ذات الموضوع دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدوس أدهانوم الذي يزور اليمن مجتمع المانحين للوفاء بتعهداتهم الإنسانية لليمن والقيام على وجه السرعة بدفع رواتب موظفي القطاع الصحي في البلد الذي يشهد انتشارا مخيفا لوباء الكوليرا وقال في سلسلة تدوينات على موقعه في تويتر إن العاملين الصحة الصحيين في اليمن يقومون بعمل بطولي في مواجهة وباء الكوليرا ويجب دفع رواتبهم لمواصلة إنقاذ الأرواح إذن مشاهدين من خلال هذه الأخبار المتنوعة التي تناولناها قبل قليل والمتعلقة بأحداث الأسبوع الماضي نختار موضوعين مهمين نسلط الضوء عليهم بطبيعة الحالة الأول يتركز على الزيارات المتعددة والمكثفة التي تقوم بها المنظمات الدولية عبر مسؤوليها إلى اليمن لتسليل الضوء على المعاناة والوضع الصحي في البلاد الموضوع الثاني مهم جدا مشاهدين الكرام سنتحدث عن المسألة التعليمية في اليمن خصوصا مع انتشار ظاهرة الغش خلال فترة الامتحانات السابقة يعني غش بشكل كبير ومهول في اللجان الامتحانية في صنعها فما بالكم أيضا في المحافظات الأخرى هل يراد تدمير العملية التعليمية أم لا إذا مشاهدين طاص القصير وبعدها نعود ابقوا معنا زيارات متعددة يقوم بها مسؤولون في منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وبرنامج الإغاءة الأغذية العالمية لليمن هذه الأيام صنعاء وعدن وتعز والحديدة ضمن برنامج الزيارة تقول هذه المنظمات بأن هذه الزيارات تفقدية للإطلاع على الوضع الإنساني في اليمن عن قرب طيب هل ستعقب هذه الزيارات تحركات جدية لإيقاف مسببات هذه الكوارث من خلال معالجة أزمة القمامة والفقر وانقطاع الرواتب أم أنها فقط تحركات أمام الكاميرات تظهر أن الأمم المتحدة تقوم بواجباتها سنتناول هذا الموضوع في إطار فرضيتين أساسيتين هل ستبدأ هذه المنظمات بالتنسيق مع الحكومة والحوثيين بالبدء بعملية واسعة لمواجهة الأزمات الإنسانية في اليمن أم أنها فقط زيارة لرفع التقارير عن الوضع الإنساني شاهدين دعوني أصدف معي هنا في لسوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي بداية أهلا وسهلا بك سيد ياسين ولعلك اطلعت على هذه التقارير المتعلقة بزيارات التي يقوم بها مسؤولون أمميون خلال هذه الأيام بداية هل من قراءة سريعة لهذه الزيارات ولن تحية لك ولمشاهدي قناة يمن شباب شكرا لك أخي هشام طبيعة الحال هذه الزيارة هي أتت يمكن بعد شهرين أو شهر ونصف من المنحة السعودية والتوجيه الذي وجه به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 37 مليون دولار لمواجهة وباء الكوليرا وأعتقد أن هذه الزيارة تأتي في سياق التوظيف المعنوي لهذه المنحة وكان لافطا بطبيعة الحال أنه جرى الحديث خلال الزيارة عن مشكلة القطاع الصحي وكيف أن هذا القطاع واجه إشكالية فيما يتعلق تأمين مرتبات الكادرة الصحي وأنا أتسأل هنا يعني 67 مليون دولار كان يمكن أن تغطي في جزء منها رواتب القطاع الصحي إذا أحسنت الوكالة الدولية التي تلقفت هذا المبلغ عبضا عن استخدامه أو توظيفه بالكامل لمواجهة وباء الكوليرا أعتقد أن مواجهة وباء الكوليرا إذا لم يتضمن تفعيل القطاع الصحي وتأمين الرواتب وهذا يمكن أن يتوفر جانب منه من هذا المبلغ نفسه فأعتقد أن المسألة لن تحقق شيء لأن سيبقى الوضع الصحي مهدد بالمزيد من الجوائح والأوبئة إذا ما استمر هذا الضعف وهذا الترهل وهذا الانحدار في المسؤول الصحي نتحدث عن 67 مليون دولار من قبل مركز الملك سلمان في السعودية نتحدث عن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي تعهد بأكثر من مليار ومليون دولار هذه الأموال كلها عندما تأتي لهذه المنظمات كان من المترض أن تكون مسلطة ويتم دعم القطاع الصحي في اليمن لكن نتحدث الآن عن أن المحاليل التي موجودة في صنعاء أو في غيرها تباع وليست مجانية إذن أين تذهب هذه الأموال بطبيعة الحال هناك تقارير موثوقة تتحدث عن قيام الحوثين على سبيل المثال بإعادة بيع المواد الإغاثية والمساعدة الطبية المقدمة من المنظمات الدولية ومن الحكومات مختلفة وهذه إشكالية لم تقر بها الوكالة الدولية ولم تتخذ إجراءات للحد منها أو لمنعها على الأقل يعني لا زالت المساعدات تتم بطريقة نفسها الوكالة الدولية تقوم بتقديم هذه المساعدات عبر الإنقلابين أنفسهم والإنقلابين يعتبرون هذه المساعدات جزء من مصادر تمويل معركتهم ضد الحكومة هذا الأمر مستمر سواء تعلق الأمر بمساعدة طبية أو تعلق الأمر بمساعدة إغاثية أو غذائية يعني هذا أصبح معروف الآن الوكالة الدولية للأسف الشديد لديها إشكالية فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع في اليمن لازلت تتعامل بشكل استعراضي مع الوضع في اليمن ولكن أنا أعتقد أن الزيارة الأخيرة التي تمت هي تسج النوع من تطور نسبي نوعي في تعاطي هذه الوكالة مع الأزمة في اليمن لكن المسألة لا تبتعد كثيراً عن أولاً كما أشرت إلى مخرجات مؤتمر جينيف مؤتمر الاستجابة وكان يفترض من الوكالة الدولية أن تقوم بعمل ماه يثبت بأنها جادة في التعاطي مع تفاعل المجتمع الدولي مع تفاقم الوضع الإنساني في اليمن فكان لابد من القيام بهذه الزيارة أيضاً آتت المنحة السعودية البالغة 67 مليون دولار لكي تحفز هذه المنظمات للتحرك طبعاً كان الجزر التي قدمتها هذه المنظمات أنها عندما زارت اليمن اختارت المدخل الصحيح وهو أنها التقت أولاً بالسلطة الشرعية ثم ذهبت إلى زيارة المناطق ثم ذهبت إلى زيارة الصنعاء حيث التقت هناك بممثلة عن السلطة الإنقلابية في صنعاء كان ربما الإشارة الإيجابية التي قدمتها هذه الوكالة هي أنها مرت عبر عدن بطبيعة الحال الحكومة إعادة طرح مسألة نقل المقرات الرسمية للمنظمات إلى عدن طالما وبقية هذه المقرات في صنعاء فأعتقد أن التعامل للمنظمات الدولية وهناك ملاحظات حول خصوصاً منسق الشؤون الإنسانية شخص ينحاز بشكل كامل للإنقلابيين مسألة نقل المقرات الوكالات الدولية إلى عدن مهم للغاية من أجل إعطاء انطباع بأن هذه الوكالات الدولية فعلاً تتعامل مع السلطة الشرعية ولأجل أن تتجاوز معظم الإشكاليات التي تواجهها اليوم يعني هي تصب كل المساعدات والإمكانيات التي تتقدم عبر هذه الوكالات على أساس أنها تقدم لليمنيين كل هذه الإمكانيات الموارد في نهاية المطاف تنتهي لصالح الإنقلابيين الإنقلابيين ويتم توظيفها بشكل مختلف تماماً عن الأهداف التي جاءت من أجلها أو يعني عكس ما يتطلع إليه المجتمع يعني أن ترى بأن هذه الزيارات فقط لتسليط على الوضع الصحي والإنساني في اليمن ولن يترتب عليها أي خطوات ربما سياسية لإيجاد ربما حل سياسي لاحقاً أعتقد المحمولات السياسية لهذه الزيارة تظل متواضعة بطبيعة الحال الملف ليس بيد هذه الوكالات لكن هذه الوكالات هي ضالعة في مسألة تضخيم عقدة الوضع الإنساني في اليمن بما ترك أثره بشكل مباشر على الترتيبة السياسية وعلى الحلو السياسية فالوضع الإنساني أصبح مصدر ضغط كبير جداً على صوت الشرعية وعلى التحالف وعلى الأطراف الدولية أيضاً أصبح الحديث عن اليمن وعن الوضع في اليمن يتم دائماً من زاوية الوضع الإنساني طبيعة الحال الوضع الإنساني كارثي هذا لا شك فيه لكن إذا اعتبر هذا الوضع الإنساني مدخل فقط لحل الإشكال فأعتقد أن اليمن سيظل يعاني من أزمات متلاحقة وإعادة إنتاج العنف وتكريس العنف ستستمر وبالتالي نحن بحاجة إلى حلول جذرية صحيح أن الوضع الإنساني يعني كارثي ولم يعد احتمل ولكن أيضاً الحلول الجزئية الحلول الترقيعية أعتقد أنها ستعمل على إطالة هذه الأزمات الإنسانية طيب كيف ترى لزيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمحافظة تعز وربما شاهدت في الأخبار عندما تحدث بأنهم جاءوا من طريق تسلوك الحمير وليست هناك أي طريق يستطيعون دخول بها إلى مدينة تعز ربما كان طبعاً هو أوضح المسؤولين الدوليين الذين تحدثوا عن الوضع الكارثي في تعز وقدموا صورة حقيقية عن حقيقة ما يجري وقالوا أننا دخلنا عبر طريق الحمير وهذا يعني يعطي إشارة مباشرة على أن مدينة تعز تخضع لحصار شديد حتى هذه الأعظم قبل الإنقلابيين هذا المسؤول الدولي طبعاً هي الزيارة الثانية له إلى محافظة تعز زارها في 2015 وهو يزورها اليوم ليؤكد على الحقيقة نفسها وهي أن مدينة تعز تعاني من كارثة حقيقية على المسؤول الصحي وعلى المسؤول الإغاثي ولكن زيارة الأولى يعني ربما نتائجها كانت تواضعة نأمل بأن تكون النتائج المباشرة للزيارة الأخيرة هي نتائج أفضل من سابقاتها كنا نأمل أيضاً من رئيس منظمة الصحة العالمية أو مدير منظمة الصحة العالمية ومدير برنامج الأغذية العالمية ومدير اليونسيف أن يزوروا محافظة تعز كان هذا سيشكل نوع من الضغط السياسي والمعنوي على الإنقلابين لكي يخففوا من هذا الحصار رأينا كيف أن الإنقلابين قاموا بجملة من الاستعراضات التي حاولت أن تعطي انطباع على هذه الزيارة بأنهم يعملون على فتح منافس جديدة للسماح للمواطنين بالحركة من وإلى مدينة تعز لكن هذه تظل بطبيعة الحال نوع من ذر الرمد في العيون الحقيقة الثابتة هي أن مدينة تعز محاصرة لو كان هؤلاء المسؤولون زاروا مدينة تعز كان ربما هذا سيسهم في تسليط الضوء على حقيقة الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة تعز طبعاً الرئيس اللجنة الدولية الصليب الأحمر أيضاً زار الإنقلابيين هناك في أطراف تعز حيث يوجد ممثلية الإنقلابيين في السلطة الإنقلابية في مدينة تعز وأجرى معهم حوارات وتلقى منهم تقارير مثلما تحرك المدير والمنظمة الثلاث من عدن إلى صنعه وفي تقديري أنها زيارات في نهاية المطاف تدخل في سياق العلاقة العامة لهذه المنظمات لأنه هي تريد أن تقول أننا مهتمون باليمن يعني البيانة الصدر عن هذه الوكالات تتحدث عن وضع الكارثي إلى آخره وهم بهذه الزيارات يحاولون أن يقدموا انطباع بأنهم متفاعلنا جداً تجاه ما يجري في اليمن طالباً وفي الزيارة أيضاً طالبوا بزيادة الدعم الإنساني للوضع الإنساني في اليمن لكن سيدة سندانة نضع فرضية أولية لهذه الزيارات المتلاحقة مؤخراً الأولى تتعلق بأن منظمات هذه الدولية بدأت بالتحرك الجدي لإيجاد تنسيق بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين لتسهيل وصول المساعدات وبدء بخطة شاملة لمعالجة الأزمات المتلاحقة وليس فقط الأزمات وأيضاً مسبباتها نتحدث عن انتشار القمامة التي تساعد في انتشار الوباء وتساعد في انتشار الأمراض نتحدث عن أزمة الفقر وان اعدام الأمن الغذائي الذي قالت فيه منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 23 مليون يمني يعانون من اعدام الأمن الغذائي نتحدث أيضاً عن انقطاع الرواتف إذن هل نستطيع أن نقول أن هذه المنظمات جاءت أيضاً لمواجهة أو لمساعدة على حال مثل هذه الإشكاليات كما قلت لك في نهاية المطاف أي تحرك ذي مضمون سياسي أعتقد أن هذه المنظمات لن تكون معنية به مطلقاً هي معنية بالجانب الإغاثي والإنساني هي معنية بتصليط الضوء على الوضع الكارثي الذي تواجهه اليمن ولكن من زاوية الضغط أيضاً الذي يؤثر على مجرعيات الحل السياسي وعلى طبيعة التحركات والترتيبات السياسية يعني معالجة أزمة القمامة لأنه تطلب بتحرك سياسي أنا لست على يقين من أن هذه المنظمات قد يعني ربما شهدت تحول في أدائها فيما يتعلق بالوضع في اليمن لا زالت تتعامل في اليمن يعني بشكل متوازن نوعاً ما فهي تتعامل مع السلطة الشرعية كسلطة أمر واقع وتتعامل مع الإنقلابين كسلطة أمر واقع هي تقول أن هذه السلطة معترف بها دولياً ونحن نتعامل معها وننسق معها ولكن أيضاً التنسيق الحقيقي والعلاقة الحقيقية الميدانية بمضمونها المادي وتأثيرها المباشر يتم مع الإنقلابين في صنعاء لأن مكاتب هذه المنظمات موجودة في صنعاء ولأن المسارات كلها مسارات سيد ياسي المسارة ليست معقدة إلى تلك الدرجة نتحدث عن الأموال التي جاءت من السعودية ونتحدث عن الأموال التي أعلن المتعهدون بأنهم سيدفعونها يعني ليست كبيرة يستطيعون أن يدفعون رواتب الذين يشغلون على النظافة في صنعاء يستطيعون دفع الرواتب أيضاً للموظفين الآخرين وربما تنحل كثير من الإشكاليات إذن ليست معقدة إلى تلك الدرجة الناس لا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة بأن تأتيهم ببعض المواد الغذائية وأن تستمر الحالة ويستمر العوز وإنما يريدون حلول جذرية تتعلق بصرف الرواتب أيضاً وطبعاً هذا الملف بدأ يتحرك لكن عبر المبعوث الأمومي وليس عبر هذه الوكالات وأعتقد أن هذه الوكالات لن تعمل ولن تقدم أي التزام من هذا النوع فهي اعتادت على هذا النوع من الأداء الاستعراضي الذي يقوم على فكرة استنزاف نصف أو ربما ثلاث أربع المبالغ المقدمة في مجال الدعم الإنساني في عمليات لوجستية وفي عمليات إدارية وفي تقطيع التكاليف الخبراء والزيارات حتى هذه الزيارات التي تمت اليوم هي مغطاة بشكل كامل من المناح الدولي المقدمة لإغاثة اليمنين فأنا أعتقد أنهم لن يذهبوا في هذا الاتجاه مطلقاً ما كنا نتمنى بطبيعة الحال هو أن تبدأ هذه الوكالات بالتفكير في إيجاد آلية مناسبة لإيصال رواتب القطاعات الحيوية ومنها كما قلت قطاع النظافة والقطاع الصحي هذه الأمور ربما كانت ستأخذ بعدها الميداني وكان يمكن لهذه الوكالات الدولية عبر الضغط على دول التحالف في أن تستمر هذه الدول في تأمين المرتبات هذه القطاعات الحيوية لأن طالما الضغط يتم من الزاوية الإنسانية والزاوية الإغاثية وزاوية تدهور الوضع الصحي فأعتقد أن مواجهة هذا النوع من التدهور لن يتم عبر العمليات المؤقتة الإغاثة توفير بعض المساعدات الطبية وإنما من خلال إعادة تأهيل القطاع الصحي بشكل كامل لأن هذا القطاع إذا لم يكن مؤهلاً للتعامل مع التطورات الكارثية للوضع الصحي فأعتقد أن الكارثة الصحية ستبقى مهددة ومؤرقة للجميع وستبقى تحصد أرواح اليمنين وصحتهم عبر دورات من الانتشار الوبائي لأوبئة مختلفة وفي طليعةها بطبيعة الحالة اليونسف ومنظمة الصحة العالمية أيضاً سيد ياسين توثف أعمالها ومشاريعها خصوصاً هذه الفترة يعني هناك كثير من المحاليلة الطبية التي جاءت كثير من السرائل لأنهم في بعض المستشفات لا توجد طاقة استيعابية تستطيع أن تستوعب المرضى يوثقون كل ذلك لكن بالنظر إلى الدعم الذي تحصل عليه المنظمات هل هو فعلاً تقوم بدورها؟ هل هي فعلاً تبدل جهود كبيرة كما نرى أيضاً في الإعلام؟ أعتقد أن المنظمات تقوم بالحد الأدنى من الجهد المطلوب منها في تعامل مع التطورات الكارثية للوضع الصحي والإنساني والإغاثي في اليمن وهذا أمر بات معروفاً البعد الدعائي والإعلامي يعني متضخم جداً في أداء هذه المنظمات وكأنها أحياناً تقوم بأعمال لكي تقول أنها موجودة وأنها تتعاطى مع الوضع في اليمن بالشكل المناسب أكثر المنظمات التي تحرص في الغالب على التوثيق الإعلامي هي طبعاً اليونسيف لكن الدعم الصحي يفترض أن يأتي جزء كبير منه من منظمة الصحة العالمية لأن اليونسيف عادة معنية بالأموم والطفولة الوضع الغذائي والتعامل مع الانحدار الهائل جداً في مستويات الأمن الغذائي هي طبعاً من اهتمامات البرنامج الأغذية العالمي وأعتقد أن أكثر منظمات نشاطاً في هذا المجال هي منظمات الأغذية العالمية التي تقدم أشياء من الموسى بطبيعة الحال لليمنيين واليونسيف أيضاً ولكن البعد الدعائي ربما متضخم إلى حد يقنع المتابع بأنها تؤدي عملها على أكمل وجه منظمة الصحة العالمية تقوم بإيصال بعض المساعدات الصحية لكن بوتيرة بطيئة جداً ودائماً الوكالة الدولية تقع في فخ الحذر الأمني وبطبيعة الحال الانقلابيون لن يسمحوا بأن تتحسن أوضاع الناس في المدن المحررة وخصوصاً في مدينة التعز والأمر لا يتعلق سوى حركة بسيطة لكي تقتنع فيما بعد أو تتذرع فيما بعد هذه الوكالات وتقول أنها لا تستطيع الوصول إلى المساعدة يعني أفضل كلامك سيد ياسين بأن هذه المنظمات خلال هذه الزيارات تقوم بإظهار بأنها ما زالت موجودة وتقوم بجهودها وهذا ما نستطيع أن نقول عنه في النظرية الثانية بأن هذه الزيارات الأمامية فقط للإطلاع على الوضع الإنساني عن قرب ورفع تقارير بذلك وليس لبدء عملية شاملة وتشكيل غرفة عمليات لمعالجة جذور هذه الأزمات هي زيارة دعائية نعتقد أن الزيارات عالية المستوى هؤلاء هم الرؤساء أو مدراء الوكالة الدولية المعنية وبالتالي هذه الزيارات كان يفترض أن تكون زيارة قرارات زيارة إجراءات زيارات يترتب عليها تقييم واضح لأن هذا التقييم أصلا يتم عبر خبراء وعلى مسافة متباعدة ويعني الإلمان بحقيقة الوضع في اليمن هو يتم عبر الأجهزة الفنية بطبيعة الحال هؤلاء عندما أتوا يفترض أنهم أتوا لديهم تصور كامل عن طبيعة الوضع في اليمن زياراتهم المباشرة ولهذا كنت أتمنى أن مدير منظمة الصحة العالمية والأغذية العالمية وليونسيف أن يزوروا تعز كما فعل رئيس الأجنة الدولية لصريب الأحمر لكي يستمعوا عن أحدث المعلومات لكي ينوب أنفسهم كيف يعيش أبناء مدينة تعز في هذه المرحلة وكيف يسهم الحصار في التضييق عليهم وفي تدهور الوضع المعيشية والصحية ولكنهم لم يفعلوا ذلك كان عليهم أن يأخذوا فكرة كاملة عن الوضع لكي يتخذوا القرارات المناسبة زيارات كهذه ينبغي أن تترتب عليها قرارات وإجراءات لم تعد بحاجة هذه المنظمات لكي تصرخ في وجه المجتمع الدولي وتقول أن الوضع سيء المجتمع الدولي الآن مساعد تماما بأن الوضع سيء في اليمن إذن ما هي الإجراءات؟ كيف يتم التصرف مع الإمكانية المتاحة؟ هل يتم بالكفاءة المطلوبة؟ هل يتم بنفس المستوى من التضخم البيرقراطي الذي يجعل من ثلثة الإمكانية تذهب لتغطية مصاريف؟ لا علاقة لها بالناس ولا باحتياجاتهم فقط من أجل أن يتحرك الخبراء وأن جزء كبير من هذه الأموال تذهب نفقات لوجستية وإدارية وخدمات ناقل وإيواء وتنقل بالنسبة لخبراء الأمم المتحدة وهذه الوكالة الدولية تقصد أن هذا ما يفسر بأن الأزمة في اليمن لم تعالج على صعيد أوسع ونرى كل يوم من خلال شاشات التلفاز بأن انتشار الوباء الكوليرا مازال يتوسع أكثر الأرقام تتزايد بالرغم من أرقام الأموال والدعم يتزايد أيضا يعني هناك علاقة تردية بينهما كان امترض أن يكون علاقة عكسية كلما زادت الأموال كلما قلت الأزمات الموجودة في اليمن لكن ما نرى هو العكس حاليا من خلال هذه المظمات بطبيعة الحال أنا كنت أتمنى أنه يتم تعزيز القدرات المحلية فيما يتعلق بالمحاوضات المحررة وتتولى الحكومة مسؤوليتها الكاملة الأخلاقية هل هي قادرة؟ يفترض أن تكون قادرة هناك يعني مناطق محررة ويفترض أن تقوم الحكومة بدورها أنا أعتقد أنه يعني تستطيع الحكومة أن تقوم بإيصال المساعدات كاملة تأخذ هذه المساعدات من مركز الملك السلام لكن الذي يحدث يعني فيما يتعلق بالمناطق التي تقاتل تحت سيطرة الإنقلابية يمكن للوكالات الدولية أن تقوم بدورها هناك ثم يتحمل الإنقلابيون المسؤولية الأخلاقية أيضا ولكن على هذه الوكالات أن تكون شجاعة بما يكفي لكي تخبر المجتمع الدولي بأنها استطاعت فعلا أن تصل المساعدات في هذا المناطق أو لم تستطع لأنه على ضوء هذا سيتم تحديد من هو الذي يتسبب في إطالة أمد معاناة اليمنيين فيما تعلق من مطقة محررة ما كنت أتمنى أن تتولى الوكالة الدولية لأنها تستنزف الجزء الأكبر من المساعدات في عمليات روجستية لا داعي لها كان على الحكومة أن تتلقى هذه المساعدات بشكل مباشر ثم تقوم بدورها بشكل مباشر أيضا لكي يتسنى محاسبتها من قبل الشعب اليمني هذا بما تعلق بأزمة صحية والأزمة الكارتية المتعلقة بوباء الكوليرة ماذا أيضا عن الأزمة التعليمية سنناقشها في المحور الثاني سيد ياسين مشاهدين الكرام لعلكم أيضا شاهدتم ولاحظتم المرحلة أو الفترة الامتحانية الماضية كيف جرت حالات الغش على مرأة ومسمع من الجميع كثير من مقاطع الفيديو وصور أيضا تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بأن الطلاب يدخلون بالكتب ويبدأون بحل امتحاناتهم بطريقة فجأة لم نعهدها سابقا تقريبا خلال العامين الماضيين التي حكم فيها الحوثيون صنعاء وباقي المدد طبعا هذه المقاطع تتعلق فقط بصنعاء فما بالكم بعمران وحجة والمحويت وغيرها حيث لا توجد لا كاميرات ولا تصوير ولا إعلام سنصلت الضوء عليها سيد ياسين بعد فاصل القصير مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعدها نتناول هذا المحور اقفوا معنا ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار